والأهلي فخور بوطنه ووطنه فخور بالأهلي لأنه الأهلي الحياة في كل بطولة بيضرب في اتنين شوفوا أي بطولة الأهلي بيأخذها أي منافس له مصري عربي أفريقي هتلاقيه الأهلي بيضرب في اتنين نشوف هذا التقرير بحصول الأهلي أمس على السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه يكون قد وصل إلى الضعف في عدد مرات الفوز التي أحرزها أقرب منافسيه لهذا اللقب وهو ما يكمل به الأهلي مضاعفة إنجازاته الكروية في كل المسابقات التي شارك فيها قياسا على أقرب منافسيه وملاحقيه الأهلي بلقب السوبر الإفريقي الذي توج به بعد فوزه على الرجاء المغربي بركلات الترجيح وهو الثامن في دولاب الأهلي التاريخي ضاعف مرات الفوز عن أقرب منافسيه في تلك البطولة وهو الزمالك الشقيق صاحب الأربعة ألقاب في تلك المسابقة كما كان الأهلي الأبرز والأكبر تتويجا بدور أبطال إفريقيا بعد أن حصد لقبه العاشرة في النسخة الماضية وضاعف به رقم أقرب منافسيه وهو الزمالك أيضا صاحب الخمسة ألقاب قارية في دور أبطال إفريقيا وفي البطولات المحلية حدث ولا حرج فقد سجل الأهلي ومنذ سنوات بعيدة هذا الرقم المضاعف في كل البطولات المحلية بل تفوق على كل المنافسين حتى وإن تجمعوا في خانة واحدة ففي الدوري فاز الأهلي باللقب 42 مرة من قبل متفوقا عن أقرب منافسيه وهو الزمالك أيضا صاحب الثلاثة عشر لقبه في المسابقة المحلية وفي السوبر المحلي توج الأهلي باللقب 11 مرة وتفوق على الزمالك حتى لو ضاعفنا مرات تتويج الزمالك بعد أن حصد اللقب أربع مرات فقط وأيضا في كأس مصر كان الأهلي صاحب الرياضة والتفوق الدائم في الكرة المصرية حيث حصد اللقب 37 مرة مقابل 27 مرة لصالح الزمالك موسيقى موسيقى